السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد في طرق الفعالي الكهيل لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله في الدرس ده عرفكم من افضل المواقع لاختصار الرابط. وعرفكم ايه هو اختصار الرابط وايه مميزات اختصار الرابط. بطريقة عملية تعالى هنخش على جوجل من افضل المواقع اختصار رابط هو موقع فعشان تخش عليه هنكتب فهو ده الموقع هنخش عليه هتلاقينا مكتوب عشان متأكد من الصفحة اللي تدخلت عليها. انت كاول مرة داخل على الموقع دوت موكع هتصار رابط. لازم تعمل تسجيل دخول ليه او تسجل فيه قدامك يا رائن. لا اما تسجل من احدى الايميلاوات اللي موجودة قدامك دي اللي هو زي مسلا جوجل او فيسبوك او تويتر. لو انت عامل عليهم حساب او تعمل حساب جديد. بتكتب هنا اسمك. وبتكتب هنا الاميل بتاعك. وبعد كده بتكتب هنا الباسورت. وبعد كده بتعيد هنا الباسورت اللي انت كده بتفوق بعد كده بتعمل اه بتعمل اه بتعمل انشاء الحساب. انا سجلت فيه بالفعل هكتب انا الايميل بتاعي وبعد كده هكتب الباسورد. طبعا التسجيل في الموقع ده مجاني مش بفلوس. بعد كده عمل تسجيل دخول. فتح معي. انا استخدمت الموقع عبل كده. فهوليك ازاي انت هتستخدمه. انت كاول مرة هتستخدم اختصار الرابط او هو ايه اختصار الرابط. اختصار الرابط يعني جاي ده مسلا اه القناة بتاحتي بشوفت الرابط قدقيه رابط كبير جدا. من عن طريق اختصار الرابط هتخليه اه حجمه اقل من كده. اقول لكم ازاي. انت كاول مرة تسجيل. من هنا هتعمل نسخ للرابط اللي انت عايز تعمل له اختصار. اقول لكم ازاي. كده هنسخ الرابط ده كله. نسخ. بعد كده هتستخدم هنا. لص. هننتزل شوية. اهو. لحزت الفرق. ده بعد اما اختصلي الرابط. انت ممكن بقى تكتب بقى الحاجة اللي انت عايزة اينا مسلا. تكتب الكلمة اللي انت عايزة. او تكتب اسم قناتك بالانجليزي. بعد كده تعمل الرابط بتاعك. وتقدر بقى تشايره زي ما انت عايز. هدوس اهو. اه ده القناة اللي انا عملت له اختصار الرابط. اللي هي دي. لاحز الفرق بين دي. وبين ده. بص الفرق ايه? يعني دي كانت كبيرة. ده اختصار الرابط الليلة. هدوس انتر. دخلي على هو هو نفس القناة. ده الرابط اللي تعمل اللي هو الصغير اللي عملت له نسخ. بتدس هنا تعمل له كوبى عايز تعمله شير فبتدس شير عايز تعمله شير على الفيس ولا تويتر. فانت ممكن عادي تاخده كوبى حسن. بعد كده بتعمله شير زي ما انت عايز. تكن بقى على تبعاته على الايميل او تشايره على الفيس بوك زي ما انت عايز براحتك. فهين ممكن تدس كوبى. هدوس لاص. ده اختصار الرابط اللي انا عمل في. ده حجمه بعد اختصار الرابط ده قبل اختصار الرابط. شفتي الفرق. فرق كبير طبعا بيين ده وبين ده. فهدوس انتر. يبدأ يتحول لي طبعا على القناة بتحت. وطبعا متصررش الشركة في القناة. وتفعلوا جرى استمدية. عشان تشوف فيديواتنا الجاي. طيب اه. عرفنا ازاي تعمل اختصار الرابط? طبعا هنعمل هنا اه كده بيقول لي واحد دخل على اختصار الرابط اللي انا لسه ذكر عليها دلوقتي. طيب دي هنا بيديك احسائيات كم واحد دخل على الرابط وفي الايام. وبيديك الايام ديت. وهنا بيقول لك كم واحد دخل على الرابط بتاعتك? تلتمية هنا مكتب تلتمية سبعة وخمسين. ودخلوا على الرابط دي من انا موقع او من انا صفحة. هي كانت الفيسبوك 300 واحد دخلوا من عن طريق الفيسبوك ومن مصر يعني الموقعه من مصر من اعلى موقع فانا هجيب لكم حاجة مسلا على شوية مسلا دلتس رجاع الملفات المحزوفة ده هو عامله اختصار من المدونة عندي ده عامله اختصار من المدونة عندي فبيديني هنا الاحسائيات كلها وبيديني هنا الموقع اللي دخل او المكان اللي دخل من الرابط هنا مكتوب مصر اه سوريا اه الجزائر وفيه خمستاشر من موقع تاني وبيقول لي هنا تلاتة وسببين من فيسبوك وخمسة من اليوتيوب ومن ايميلات فبيديك هنا جميع الاحسائيات اللي انت عايزة طبعا ده ميزة حلوة جدا وبيديك هنا احسائيات تانية بديك هنا على طول وبيديك اعلى دخول اسكن بقى من اعلى دخول من انو بلد واعلى دخول من انو صفحة انت عملت لها مشاركة للرابط دي اختصار الرابط ده ما بيظهرش فيه اعلانات مزعجة وطبعا ده انا بستخدمه عشان ما خليش اللي انا بخليه يتنقل على الرابط دوت ما يملش مني عشان يقدر يشوف الحاجة اللي انا عايزة اهره بسرعة يعني ميبدلش بقى يظهر له اعلان كده دي من مما ذاته لما فيش اعلانات اه الموقع مجاني ما بتربحش منه وبتدفع لهش فلوس تقدر دي استخدمه بكل سورة بعد ما خلص بتدس تسجيل خروج بتدس هنا بعد بالكده بتدس تسجيل خروج من هنا بيبدأ يسجل لي خروج من على الايميل بتاعك لو عايز السجل تاني سما انا اقيل لك بتكتب بقى الايميل بقى اللي انت سجلته والفيسبوك او بتفتحه من على الايميلات دي. واتمنى تكون استفدته في الدرس ده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة وتفعل جرز التنبيه وتشير الفيديو. ولو عندك اي استفسار لو حابب تتصفصر عن اي حاجة اكتب لنا تعليق في اسفل الفيديو. او تقدر تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك طرق الفيس بوك لتعليم الكمبيوتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.